موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاتي إلى الله أنه فعلا اليوم تتبارك من خلال هذه الحلقة وتكون بركة واستفادة روحية لحياتك وفعلا تكون حلقة مؤثرة ومغيرة لحياتك وأيضا تهم أبديتك اليوم يكون فيه قرار حاسم في حياتك تختبر هذا الشخص الفذ الرائع الفريد اللي بنتكلم عنه طبعا عرفته أكيد شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع يدعى اسمه عجيبا وفعلا هو عجيب في كل شيء نحتاج كل هذه الحياة وأكيد الأبدية حتى نخوض في معرفة هذا الشخص الرائع وكشخص يريد أن يعوم في محيط كبير فنكتشف أننا كل يوم نحتاج ونحتاج ونحتاج أكثر حديثنا في هذه الحلقة موضوع كتير كتير مهم وبالحقيقة هذا الموضوع طرحنا بسبب تساؤلات كثيرة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وطبعا حول هوية يسوع المسيح ودايما بسمع العبارة أن يسوع المسيح هو نبي مثل سائر الأنبياء فعلا حقيقة هل فعلا يسوع نبي مثل الأنبياء وقف شوية لما بدنا نتكلم عن يسوع احنا على أرض مقدسة محتاجين نخلع الأحذية حتى نتكلم على هذا الشخص الرائع الفريد فموضوع هذه الحلقة هل المسيح هو نبي أم أعظم أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين رح يكون موضوع حلقتنا اليوم هل المسيح نبي أم أعظم طبعا شرف ودواعي صرور عظيم أنه أستضيف أخي وزميل في الخدمة وابتعرفوا طبعا من التسعينات وهو مع برامج نور لجميع الأمم أو ليكن نور خادم الإنجيل مؤلف العديد من الكتب والموضوعات وبتشاهدوا طبعا على الفضائيات كثيرا في هذه الأيام في تفسير الكتاب المقدس اللي هو كل الكتاب طبعا يسر أن أستضيف الأخ يوسف رياض أهلا وسهلا أخ يوسف أهلا بك يا خانصار شرف كبير أنك تكون معنا في هذه الحلقة أخ يوسف أنت طبعا معلم للكتاب ودارس طبعا في الكتاب لما بتسمع عنوان أو موضوع هل المسيح نبي أم أعظم إيش أول شيء بدور في مخيلتك في ذهنك لما بتسمع هذا السؤال يعني بقول نعم هو نبي وعندنا العديد من الآيات تؤكد ذلك لكنها معرفة قصرة لو وقفت عند أنه نبي يبقى معرفة صح بس ما تعصلش أنت ماشي في طريق صح وقفت في نص السكة ما وصلتش المسيح قال في يحنى 8 عدد 24 إن لم تؤمنوا أني أنا هو أني أنا الله الضار في الجسد تموتون في خطيات وافتكر التلاميذ في يومهم المسيح سألهم من يقول الناس عني أني أنا ابن الإنسان كانت الإجابة بصفة الإجمال إنك واحد من الأنبياء هذه الإجابة رغم أنها صحيحة إلى حد ما لكنها لم ترضي المسيح فقال وأنتم من تقولون فأجاب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي عند إذن المسيح طوابه طوبة لك يا سمعان ابنيون أخي يوسف أنت تعرف طبعا أنه في الكتاب المقدس في عهديه من أول صفحة من سفر التكوين لآخر صفحة في سفر الرؤية الكتاب المقدس يسير بتناغم يسير بانسجام وبتلاحظ أنه فيه هدف لكل الكتاب وفيه مصار بيسير عليه الكتاب أنه حتى الأنبياء اللي بحاولوا يخرجوا عن هذا المصار كانوا يوبخوا من أنبياء آخرين فممكن تشاركنا شوي عن فكرة النبوة حتى في العهد القديم يعني النبي كان ينبغي أن يتميز بثلاث أشياء على الأقل لكي يكون معتمد من شعب الله أنه واحد من أنبياء الله إيه هي الثلاث حاجات أولا شخصيته ثانيا كلماته ثالثا رسالته يعني شخصيته شخصية تتميز بالقداسة والتقوى عشان كده يقول لنا الرسول بطرس تكلم أناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس والمرأة الشونامية قالت عن إليشع علمته أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما نمر واحد يكون مقدس في حياته أما الشخص الشهواني العيني زيغة وكلماته مش منضبطة دا مش نبي دا حتى ما هو الشيء يعرف الله أساسا على الإطلاق نمر واحد وكلمة الله تهاجم هذا النوع من النبوة صحية لأنها نبوة مزيفة مزيفة نمر اتنين كلماته في آية مهمة أقراها جت في سفر التسنية أصحاح 18 بيقول كده طب ازاي نعرف الأنبياء اللي جايين من عمب الله بفا بيقول في أصحاح 18 من تسنية عدد 21 وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ما فيه طالما فيه دولار صحيح ما فيه دولار مزيف طالما فيه نبي حقيقي يبقى لابد أصاد النبي الحقيقي عشرات ربما مئات الأنبياء الكذبة طب أعرف منين النبي الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب يبقى لازم النبي لما يقول حاجة تحصل وده حصلت مع أنبياء العهد القديم وأيضا مع الرب يسوع المسيح باعتباره النبي بل وأعظم النبي الحاجة التالتة رسالته أن تكون في تمام التوافق والتناغم مع الإعلان السابق ما يجيليش نبي ويقوم جايب ألب لكل الإعلان القديم رأسا على عقب يقول أنا نبي أقول طب كلامك مش ماشي معه والله ما بيتعرضش مع بعضه لا يمكن أن الله يقول كلام وبعدين يرجع في كلامه يلغي كلامه هذا أمر مرفوض إحنا حطينا آية على الشاشة من شوي بوقت الفاصل اللي هي اقتباس من الرسالة إلى العبرانيين اللي بتتكلم الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه إيه عاوز يوصلنا الكاتب إلى العبرانيين شو الرسالة اللي عاوز يوصلنا إياها من خلال الآباء والأنبياء حتى يوصل للمسيح أعتقد حكتين على الأقل نمرى واحد الفارق العظيم بين من آته قبل المسيح وبين المسيح نفسه يعني إذا أخدنا بس نموذج واحد في لوقة واحد إنجل لوقة أصحاح واحد زكريا أبو يحنى المعمدان قال وأنت أيها الصبي بيقول على ابنه النبي العلي تدع في نفس الأصحاح لوقة واحد عدد اتنين وثلاثين الملك جبرائيلي خاطب المطوبة مريم هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى أفتكر الآية التي اختبستها من عبرانين واحد فارق كبير بين كلم الآباء بالأنبياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يمكن تلاحظ إنه لما تكلم بالأنبياء وسطة لكن لما تكلم مش بابنه لكن في ابنه الله كان في المسيح دي واحدة فإذا يعني المسيح هو الإعلان الكامل الإعلان النهائي بنقدر نقول لا إعلان بعد هذا الإعلان طالما الله تواصل معنا من خلال الإبن بالضبط وده الفكرة الثانية اللي كنت حقولها إنه أولا فارق كبير بين اللاحقين وبين المسيح نمرت نين أن الله بعدما تكلم في ابنه أي إعلان يأتي بعد ذلك عشان كده هو الإعلان النهائي والأخير الذي ما بعده إعلان منلاحظ إنه الأنبياء في العهد القديم حتى لما تنبأوا عن عن مدن وعن ممالك وعن إمبراطوريات كل هذه النبوات حدثت وتمت يعني بالتدقيق مش مش تخمين ولا تكهن ولا إن شاء الله أنه يسير أو لا يعني بتكلموا في نبوات دقيقة يعني مش مجرد أي كلام عشوائي لكن واضح وهذه النبوات تمت شو رأيك يعني مثلا إشعياء تكلم عن خراب بابل مع أن بابل في أيام إشعياء كانت لسه لم تبرز كقوة عظمى كانت القوة العظمى في ذلك الوقت أشور تكلم إشعياء مش بس عن ظهور وبروز بابل لكن عن ضمارها النهائي حاول صدام حسين إعادة بناء بابل فشل وإحنا عارفين القصة بتاعته فلا داعي لأن أخوض فيها لكن اللي عايز أقول أن كلام النبي يتحقق تكلم عن كرش الفارسي تكلم عن السبي البابلي حياخده من أولادك وحياخده كل اللي شافوه في بيتك يا حزقية إذن النبي الحقيقي الفارس جت بعد بابل وفارس جت بعد بابل صحيح وتكلم عن كرش الفارسي اللي هو بعد بابل إذن كلمات النبوات مش كلام حيالله يعني ممكن أقول أن حتشتف إسكندريا في شهر نوفمبر ما عادة بتشتف في نوفمبر ده مش مش نبوة لكن لو قلت أن حتشتف اليوم الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا وسيكون المطر غزيرا عند أذن يبقى لنبوتي قيمة ومعنى هذا ما فعله أنبياء العهد القديم طبعا مش واحد بقول لست ولد ولا بنت يعني بالضبط 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 طيب هو طبعا موضوع كبير بالنسبة لموضوع العهد القديم النبوات في العهد القديم لكن خلين أسألك سؤال تاني طب كيف نميز إحنا اليوم أنت اقتبست من سفر التثنية لكن كيف فينا نميز مثلا شخص بيدعي النبوة فإزاي كيف نعرف الشخص الحقيقي أو النبي الحقيقي من النبي المزيف يعني أعتقد المسيح كان قال لنا كلام كويس احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم في ثياب الحملان ومعدين قال لنا حاجة مهمة جدا من ثمارهم تعرفونا فأنا بشوف الثمر الراجل ده بيقربني إلى الله بيخليني أعيش حياة التقوى والقداسة والأمانة والاستقامة ولا هو بيقول كلام سن جيرين ويعني مجرد ضجة بلا محتوى ده مهم جدا أن أشوف الرجل ده وبعدين أقيس كلامه هل مطابق لما جاء في كلمة الله ولا هطلع الله كاذب وحاشى أن يكون الله كاذب ليكون الله صادق وكل إنسان كاذب يبقى بشوف حياته وبشوف كلامه ينسجم مع الإعلان السابق أم لا ينسجم وشخصيته طبعا مهم جدا وشخصيته طبعا حياته وتقوى في شيء مهم كتير أخي يوسف وأكيد أنت رح يتوافقني على هذا الشيء أنه في أيام المسيح طبعا بالنسبة لليهود وبالذات المتدينين الفرسيين جماعة مدققين جدا ولما شخص بيدعي أنه بو يعني هو تحت المجهر تحت التلسكوب خلينا نقول حتى بشكل أصعب وأنه جماعة بمشوش الكلام بأي طريقة لأنه لازم يكونوا مدققين مية في المية فكيف يعني المسيح كان يعني يشاهد أو يطلع عليه من خلال يعني الأحداث اللي كانت تتم في أيامه بالنسبة لليهود ولسيما تعليقهم أنه نبي يعني أعتقد شخصية المسيح ذاته ثم الأعمال التي عاملها المسيح أوصلت المدققين المتشددين إلى نتيجة لا يمكن أن ينحرفوا عنها قام بيننا نبي عظيم ده مش نبي ده نبي عظيم مش كل الأنبياء أو أمه حد من الموت فكون المسيح يوقف النعش بتاع ابن أرمال ويقول أيها الشاب لك أقول قم فيقوم الشاب ويدفعه لأمه قام بيننا نبي عظيم وافتقد الله شعبه لما أجبع الجموع الكثيرة من خمسة أرغفة حوالي عشرين ألف خمس تلاف معنا النساء والأولاد يعني المجموع كله حوالي عشرين ألف من خمسة أرغفة ويفضل عنهم اتناشر أفة الناس قالت هذا بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم مش ممكن ننتظر شخصا أفضل وأعظم وأروع من هذا الشخص فمع تدقيقهم ما بيقبلوش أي حد المسيح مش أي حد ده المسيح أعظم حد واللي عمله لم يعمل قبل ذلك على المسيح قال كذا لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لما كانت لهم خطرية وطبعا بالنسبة للناس كيف استوعبت شخصية المسيح في أيامه وتعليقاتهم كذا مرة النبي 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 بالتعريف هذا طبعا شهادة حية للشعب طبعا كان فيه فجوة تاريخية 400 سنة ما كانش فيها أي نبوة إلى مجيء يحنى المعمدان لتنبأ عن يسوع أنه هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم تمام فهذا الصمت الأربعمائة سنة وكون واحد يجي يشوفه أعمال عظيمة وحياة فائقة خارقة أكيد لفت انتباههم في شيء معين صحيح صحيح ذكرت أخي يوسف أنه المسيح نبي المسيح يعني قيل عنه أسماء كثيرة أو وظائف كثيرة شاركنا فيها حتى أنا عاوز أصل بالنهاية لأنه المسيح أعظم من نبي المسيح فعلا هو كلمة المسيح معناها الممسوء نعم يعني شخص ما سحق الله في العهد القديم كان الذين يمسحون ثلاث فئات اللي هو الأنبياء وده بتشوفها مثلا في إليشع إليا مسح إليشع يبقى إذن الأنبياء كانوا يمسحون الملوك كانوا يمسحون فصمويل مسح شاول ثم بعد ذلك مسح داود الملك إذن الملوك يمسحون والكان بحسب لوين تمانية كانوا يمسحون والمسيح سمي المسيح لأنه مصح بس مش بالزيت مصح بالروح وقدس للك يكون مجرد نبي لكن النبي نعم لا ليكون مجرد ملك لكن ملك الملوك الملك الكبير على كل الأرض لا يكون مجرد كاهن يقدم ذبائح حيوانية لكن كاهن يدخل بدم نفسه ويقدم ذبيحة نفسه لله فينال من الله الرضا على كل البشر اللي أمنه بشخصه فالمسيح هو المسيح لأنه النبي لأنه الكاهن لأنه الملك أعظم بكثير من أي نبي ومن أي كاهن ومن أي ملك وهذه الوظائف اللي كان اللي بيشغلها المسيح في كل شيء منتكلم عنها لما نتكلم عن يسوع المسيح منشوف أنه متفرد حتى في كل شيء أعظم من سائر الأنبياء إذا علم ما فيش معلمة للمسيح إذا عاش حياة خالية من الخطيئة كل الأنبياء أخطأوا كل البشر أخطأوا إذا قلنا عن المسيح هو القاضي طبعا هو ديان الأرض كلها وهكذا منشوف يعني تفوق في شخصية المسيح لكن اللي لفت انتباهي أنه أنت ذكرت أنه هذا إعلان وأنه حق أنه نبي لأنه اتنبأ لكن هو أعظم من نبي رح نشوف هاي أعظم من نبي لكن المسيح كمان اتنبأ يعني إذا بتعطينا بعض الأمثلة في العهد الجديد كثيرة في الحقيقة المسيح عنده حديث نقدر نسميه حديث نبي ومات 24 25 وبدأ مات 24 بحاجة عجيبة جدا لما قال هذا المبنى اللي هو الهيكل لا يترك فيه حجر على حجر لا ينقر تيتس الروماني بعد 40 سنة من هذا الكلام جاء وأمر بعدم المساز بالهيكل لكن المسيح كان قال كلام مختلف كلام مين اللي يتم تيتس الروماني الذي على رأس جيشه في الموقع ولا نجار المصرة اللي قال كلام من 40 سنة وهو ليس موجود في ذلك الوقت طبعا يملأ السماء والأرض لكن إنسانيا مش موجود كلام مين اللي يتم كلام المسيح لماذا لأنه في نفس الأصحاح مت 24 قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول كان قبليها قال واحد منكم سيسلمني كان مشير إلى يهوذ الاسخريوط كان قال كلكم تشكون في في هذه الليلة بطرس اعترض وقال وانشك فيك جميع أنا لأشك قال له لا أنت مش هتشك أنت هتنكرني ثلاث مرات في هذه الليلة يعني تأكيد وسريع وثلاث مرات يعني في هذه الليلة مش مجرد تشك لكن ستنكر ومش مرة لكن ثلاث مرات وكلام المسيح هو الذي تم لأن يصيح حديك يعني حتى في صيح حديك يعني معناها فترة وجيزة جدا وكلام المسيح تم لأنه زي ما قلنا مش مجرد هو في الحقيقة الله الذي ظهر في الجسم ولما تكلم طبعا عن خراب ودمار الهيكل مش اتكلم بشكل مستقبل يعني أنه كل شيء رح يتدمر في المستقبل لكن في بتشوف تسلسل في الأحداث بحسب متة 24 اللي بيتكلم عنها بالتسلسل وكيف تمت هذه الأحداث كمان في متة 11 بيتكلم عن المدن حول بحيرة طبرية لما عن نفها قد الكفر نحوم وبيت صيدة وكورزين إلى آخر كل هذه المدن فعلا دمرت واليوم مجرد مناطق أثرية السياح بروحوا بشوفوها في كل مكان عدراك فكرتني بمتة انت قلت متة 11 متة 12 المسيح يشير إلى نفسه ثلاث مرات هو وضع أعظم من الهيكل وطبعا يكونوا أعظم من الهيكل وأعظم من كل الكهنة هو وضع أعظم من يونان ويونان نبي هو أعظم من سليمان وسليمان ملك فكما ذكرنا هو الملك العظيم الكاهن العظيم النبي العظيم أعظم من الهيكل أعظم من يونان أعظم من سليمان يعني من خلال نبواته اللي تمت بحذافيرها برضو نستطيع أن نستشف أنه هو العالم بكل شيء يعني لاحظ كده مرة في الإنجيل المقدس بتشوف كلام وبتم بالتطقيق يعني في شيء عالم فيها وتمت أيضا تمام طيب رح نوخد فاصل أخ يوسف وبحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا الموضوع أثار فيك تساؤل معين رح نفتح الخطوط إحنا منرحب في أسئلتك وإذا في عندك أي استفسار توضيح بتحب تعرفه فيك تفوت على الفيسبوك فيك تشاهدنا على الفيسبوك على طبعا أونلاين وكمان طبعا فيك تتصل بالتلفون إذا عندك أي سؤال وبعد هذا الفاصل رح نستكمل حديثنا مع الأخ يوسف رياض اشتركوا في القناة موسيقى أهلا أهلا أعزائي المشاهدين منواصل حديثنا مع الأخ يوسف في رياض هل المسيح نبي أم أعظم واكتشفنا أنه فعلا عظمة يسوع حتى من خلال نبواته لكن خلينا في بعض هيك الأفكار في العهد الجديد أخ يوسف يعني على سبيل المثال في لوقة سبعة سمعان عم بيتكلم عن شخص المسيح بقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها خاطئة وعلى طول من شوف المسيح برد عليه بيعرف فكر قلبه يعني فبتشوف إنه هن البرسبشن علي إنه نبي بس آه هنا فيه امرأة خاطئة معنا فيه شي غلط لو هو نبي فعلا كان عارف من هاي المرأة في الحقيقة هو فعلا مش مجرد نبي يعني هو قال يعني للأسف سمعان نفى عنه صفة النبوة ما هوش نبي أصلا المسيح أثبت له أنه ليس مجرد نبي بل أعظم إزاي في حاجتين حاجة الأولانية لما عرف فكره السمعان لم ينطق ببنت شافة يعني ساكن لكن بيفكر في ذهنه الرب أمراضد على أفكار وهذا نجده كثيرا جدا في الأنجيل الأربع لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم لماذا تقولون هما ما قلوش ولا حاجة لكن هو مش مستني لما ينطأ لكن عرفها زي ما بيقول مثلا في مزمور 139 ليس كلمة في لساني لسه ما نطقتش بيها إلا وأنت يا رب يهوى قد عرفتها كلها طبعا ربنا يعرف اللي بفكر فيه هل يسوع هو يهوى الإجابة أثبت ذلك أنه عرف فكر الراجل الغالبان ده لكن مش بس كده لكن قال للمرأة مغفورة لك خطاياك أنا تبرجله زياد من الذي يغفر خطايا إلا الله المسيح أثبت لهم فعلا أنه يعرف الأفكار وأنه غافر الخطايا زي ما في مرة سابقة مثلا في ماركوس 2 لما جابوا له مفلوق يحملوا أربعة المسيح قبل ما يقول له قوم احمل سريرك ويمشي قال له مغفورة لك خطاياك اتزمروا قالوا مين بيغفر خطايا إلا الله عرف فكرهم وقال لهم أيما أيصر أن يقل المفلوق قوم احمل سريرك ويمشي أم أن يقال له مغفورة لك خطاياك ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر خطايا قال لقوم احمل سريرك ويمشي فأعطى برهان مؤكد أنه هو الله عندما جعل المفلوق يمشي وعندما عرف فكرهم وعندما غافر خطايا الرجل بلاحظ في بشارة يحنى في الإنجيل المقدس أنه يحنى بيظهر مجد المسيح بيظهر لنا هوية المسيح من هو سواء تكلم عنه كإنسان بيظهر عظمة المسيح كابن الإنسان أعظم من أي شخص بيتكلم عنه بتشوف إعلانات عن المسيح كنبي لكن برضه بيظهر مش بس إنه نبي أعظم من نبي وخليني بس يمكن نتعلق على الآيتين اللي هي في يحنى أربعة أيوة لما المرأة السامرية مش من شعب الله صحيح تعتبر غريبة الجنس ونجسة في حسب العرف اليهود أو الشريعة فقالت له أرى أنك نبي وبعدين المولود أعمى في يحنى تسعة لما سألوه قال إن هو يسوع نبي فمن فضلك حدسنا عن الآيتين دول يعني هنا بنشوف يحنى أربعة ويحنى تسعة وأضيف إليهم أيضا يحنى ستة لما أشبع الجموع ويحنى سبعة المرة اللي حق أشرت إليهم المرأة السامرية المسيح في الحقيقة أعلن لها ذاته أنا بدي الماء الحي قالت له سيد ما عندكش دلو والبئر عميق من أين لك الماء الحي قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعتش إلى الأبد وبعدين استمر في الحديث معها إلى أن وصل إنها قالت له أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي ولما ييجي ذاك هيخبرنا بكل شيء فقال لها المسيح أنا الذي أكلمك هو والمرأة تركت جراتها وذهبت إلى كل العالم البلد بتاعتها سخار وبعدين رجعهم إلى أهل المدينة وقالوا المسيح العبارة دي لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن بل نحن قد رأينا وعرفنا أن هذا هو المسيح مخلص العالم ده بالنسبة للمرأة السامرية الرجل الأعمى ده رجل يتكتب عنه كتب نعم يعني فعلا فيا بيظهر روعة فنه زي الترتيل لما بتقول احنا بتشوف في الرجل الغلبان ده روعة فن الله زي ما المسيح قال لكي تظهر أعمال الله فيه كان زي الأسد قدام مجمع السينتريب أخاطئ هو لست أعلم لكني أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم قدر أن يعمل شيئا اضغزوا منه طردوه خارجا وجده يسوع ولما وجده يسوع قال له أتؤمن بابن الله شيء أسمى من نبي قال له من هو يا سيد لأؤمن به الأسد جوه مجمع السينتريب بإحمل قدام المسيح قل لي عليه وأنا آمن به قال له قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو قال أؤمن يا سيد وسجد له وهنا نلاحظ أنه عندما عرفه كنبي لم يسجد له لكن عندما أعلن المسيح له أنه ابن الله قال أؤمن يا سيد وسجد له طيب فإذن حتى من خلال هذه الآيات عم نشوف عظمة المسيح أنه أعظم من نبي صحيح فخلينا بهذا المقطع التاني أو الجزء التاني من الحلقة أنه بإيش المسيح بيتميز أنه أعظم من سائر الأنبياء مع أنه كنبي أعظم الأنبياء نحن نوصل لهذا الإعلان الكتابي صحيح زي ما قلنا أنه هو ابن الله شفنا الكلام ده في لقاء واحد وأيضا في عبراني الواحد كونه ابن الله أعظم من مجرد خادم وعبد عند الله فكل الأنبياء عبيد وفرق كبير بين العبيد وبين الإبن الوحيد أفتجر دي تشوفها في مرء 16 لما يقول أن واحد عنده كرم وبعت عبيد عشان ياخده ثمر الكرم والناس الأردياء ضربوا العبيد مرة واثنين وثلاثة وبعدين كان له ابن وحيد حبيب إليه قال أرسل إليهم ابني يبقى كل اللي سبقوا المسيح عبيد أنبياء لكن عندما أرسل الله الرب يسوع المسيح أرسل ابنه الوحيد وهذا الأمر يتكرر مرات في إنجيل يحنى أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به تتكرر كلمة الابن الوحيد في كتابات يحنى خمس مرات دي واحدة من ضمنهم فالمسيح والابن الوحيد هو الله الذي ظهر في الجسد نقولها بملء الفم نقولها بالإجماع ويعني بالإجماع مش تسعة وتسعين وتسعة من عشرة لكن مية في المية كل من ينكر هذا الإيمان والحق العظيم ليس مسيحية عشان كده فيه بعض البدع نحن لا نعتبرها مسيحية لأنها تنكر هذا الحق بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده جانب من جوانب تفارض طبعا بس من فضلك توضح بس الفكرة أخي يوسف عشان ذكرت الله الظاهر في الجسد وهو ابن الله وهذا الإشكال الكتير من أحبائنا المسلمين أو حتى بعض المسيحيين اللي بيسيء فهم هذه العبارة شو بتقصد اللي هي أي واحدة فيهم الله ظاهر في الجسد يعني هل هو الله ولا ابن الله يعني هذا السؤال يعني هل يستحيل على الرب أن يظهر في الجسد الذي ظهر في علايقة لموسى نعم ونحن نقبل ذلك لماذا لا نقبل أنه جاء في صورة إنسان الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبا في الحال الله المسيح جاء في صورة إنسان بالإجماع عظيم هو سر التخوة الله ظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا للعديد من الأسباب مش أقل من أربعة لكن أهم هذه الأسباب الرباعية أن يصنع بنفسه تطهيرا لخطئة جاي علشان يخلصنا من الخطئة ماذا كنا نعمل لو جلنا نبي هل النبي يقدر يخلصنا من الخطئة النبي محتاج لمن يخلصه هو من الخطئة وافتكر إيش عاي قال الكلام ده ويل لي إني هلكت لأن إنسان ناجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب ناجس الشفتين أخي يوسف خليني ناخد بعض المكالمات وبعدين نشوف إذا الوقت نستكمل حديثنا خليني أخد المكالمة الأولى من فلسطين مريم من فلسطين أهلا وسهلا تفضلي أخت مريم سلام المسيح إلى كل ضيفك العزيز حكريك نحن معجبين فيه كثير نحن نسمع درامته كثير أنا عمي مداخلة بالنسبة لنبي وأعظم النبي في أن في سفة كثنية 18 عدد 18 ربه أقيموا لهم نبيا الله يكلم موسى أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يعني نبي عادي بس في نفس الإصحاح عدد 15 يحكي ربنا يقيموا لك رب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون فأصبح أعظم للنبي مشابه الله وبدأ كنت حابة يعني أدخل بالنسبة للسامرية بس الأخر يونك في رياض سبك لو فعلا لما حكا لها إدعو زوزكي وتتنبأ أنه لها خمسة أزواج كانت له أعلم يا سيد أنك نبي وفعلا وفعلا راح تبشرة مدينتها أهل المدينة وأجوا وفعلا شقوا أعظم من النبي آمن فيهن أنهم شقوا أعظم من النبي وفعلا نعم وفعلا مثل ما قالت الآية المسيح هو مخلص العالم هذا يعني أخيرا الإعلان الكامل اللي وصلوه السامريين نعم 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 شكرا لكم الله يبارك ربنا يباركك يا أخت مريم ربنا يباركك شكرا كتير لألك أي تعليق أخ يوسف آه تمام يعني هو أعظم من النبي طبعا وحكاية مثلي يمكن عمل شوية ربكة عند بعض الناس في أي شيء المسيح يشبه موسى في الحقيقة في مشابهات كثيرة لكني أقتصر على أهم الثلاثة كان موسى أول من عمل آيات وكان المسيح أعظم من عمل آيات موسى عندما أول آية عملها حول الماء إلى دم المسيح أول آية عملها حول الماء إلى خمر حاجة تانية أن موسى شغل وظائف ثلاثة نبي كاهن ملك إلى حد ما المسيح تمت فيه بصورة كاملة لكن الحاجة الأخيرة والمهمة أن موسى وسيط العهد القديم بينما الرب يسوع المسيح وسيط وضامن العهد الجديد أن موسى بموسى أعطي ولكن نعم 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 ورح فبيسوع المسيح صغر بيتكلم كتاب عن موسى كان خادم في البيت لكن المسيح هو الابن الوريث طيب خلينا أخد كمان مكالمة من الأخت نهال بعتقد من بريطانيا أهلا وسهلا أخت تفضلي ألوم سأخير حق الأسيس بشكر حضرتك جدا وبشكر الدكتور يوسف رياض على أنه بجد موسوعة يعني يعني عايزة أقول حاجة طبعا هو الموضوع عن إلي بيمتاز به يسوع عن الأنبياء الآخرين خلينا نقولها بالمفتشر كده يعني وحضرتك وفيت وكفيت لكن من خلال معاملتي مع الإخوة المسلمين بيقولوا أنه حتى إقامة الموتة حتى عندنا بطرس أقام طبيصة بولس أقام أفتيخس أليش حتى عظامه أقامة ميت لكن أنا عايزة لو جايز لي القول يعني أضيف حتة صغيرة خالص أن الوحيد الذي أقام نفسه هو يسوع المسيح لأنه لما كانوا بيسألونه عن الهيكل قالوا له فأقال أنت بتقول أنا أهدم هذا الهيكل وأبنين في ثلاثة أيام ولما سأله اليهود معقول ده يفصل في كل سنين دي تبنت وانت عبت بتقول في ثلاثة أيام فالكتاب بيقول لفظ دقيق جدا بيقول أما هو فكان يتكلم عن الهيكل جسدي فالوحيد اللي أقام نفسه السؤالي هنا يا دكتور يوسف يا أخي يوسف سياد فضالي لو بنقول أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد زي ما حضرتك تقدمت وقلت يبقى إذن أعماله يجب أن تكون مختصة بالله فهو فقط لي فقط الأعمال دي فليه قال الأعمال التي أنا أعمالها إن أمنتم بي تعملون أعظم منها مش إحنا بيقول مفيش معلم أفضل من سيده فالمقص المقصود يعني إنجاز القول إننا نعمل أعمال أعظم من أعمال الله فأرجو من حضرتك التوضيح وربنا يبارك تمام شكرا يا أخت نهال شكرا كتير ربنا يباركك تفضل أخي يعني طبعا المسيح عندما أقام الموت ما حدش على الإطلاق أقام ميت بعد أن أنتم لا قبل المسيح ولا بعد المسيح يبقى إذن ما حدش يعمل أعمال أعظم من المسيح من هذا النوع كمان يعني كان يصلوا لأله في العهد القديم لكن المسيح كان بيتكلم أيها الشاب يقول قم بيعطي الأمر يعني لعازر هل أم خارجا تمام يبقى دي نقطة لكن ماذا تعني أعمال أعظم يعملها أعتقد إحنا النهاردة أنا وأنت أخ نزار إن جزلي أن أقول بكل تواضح نحن نعمل أعمالا أعظم من المسيح من جهت سطنا بيوصل إلى ملايين البشر المسيح عندما كان هنا على الأرض كان محصورا في بلد إسرائيل يعني لم يذهب خارج حدود إسرائيل إلا عندما كان مطارد من هيرودس الشرير فنزل إلى مصر لكن خدمته كانت فين محصورة في بقعة جغرافية محددة وهو قال لي صبغة أصطبغ بها وكم أنا محصور حتى تكمل فكان حدود خدمته محدودة اللي أمنه بالمسيح على ما نفهم كانوا يزيدوا عن 500 بعدد بسيط لأنه ظهر أكثر لأكثر من 500 أخ دفعة واحدة بطرس من عظة واحدة خلص 3000 نفس هذا لم يعمله المسيح أعتقد عند مش بيكلم عن المعجزات يا حد يعمل معجزات أعظم من المسيح ما حد لش عمل معجزات لا زي المسيح والأعظم لكن العمل اللي احنا بنعمله أن يصل صوت الإنجيل إلى ربوع الدنيا كل قارات العالم تسمع ويخلصهم بالمئات وبالآلاف أحيانا زي ما حصل مع الرسول بطرس هذه الأعمال أعظم بس برضو مش بالانفصال عن المسيح بيقول تعملون أعظم لأني ذاهب إلى أبي ومهما سألتم أنا أعمل يبقى برضو المسيح في النهاية هو اللي بيعمل فينا وإلا ما كان يبقى كل شغلنا ولا قيمة له على الإطلاق وطبعا بالنسبة للتلاميذ سواء بطرس أو بولوس في إقامة الموتة كانت طبعا الطلب بإسم الرب يسوع المسيح وما أبعد الفرق بين واحد نتن وأخته بتقول له يا سيد نتن خلاص ما فيش أمل وبين واحد يادوبك نفسه فيه يعني كيادوبك ميت حالق طبعا في فر نعم طيب خليني أخد كمان مكالمة أهلا وسهلا أخ زيتوني زيتوني معنا من تونس تفضل أخ زيتوني أهلا وسهلا بك تفضل حبيبي ومع حبيبي بديه انتهيك أخي زيتوني شكرا جزيلا شكرا بالله دكتور نزار طبعا الدكتور يقول اللي عندما آه أخذت الساميرية قد مغتورة خطيئات أي خطاياك أي أن ياشو therapist يخفر الخطيئ لماذا لم يخفر الخطيئات آدم في حالة أعدت له الزيichi على أو م Eins ثانيا βα الله إن buddy نحن دائما تدخلون المسلمون في حواركم بالله عندما نحن نعلم بأن الله قدوس وإذا الدكتور تتكلم هذا نبي وهذا نعم أنه نبي وقالوا أنه نبي لم يقولوا أنه الله ولكن بالله نتماسكون القدوس نعم الله قدوس نحن نعم الله قدوس هذا القدوس الإله القدوس اليرسل الأنبياء المجرمين ألا يعلم أنه سيقتل ألا يعلم أنه سيزمي ألا يعلم أنه سيزمي ألا يعلم أنه سادسا بالله الدكتور تتكلم وفح لهذه المعجزات وحيا الموت ومشار حذر لماذا يتركوهما التلميذ وأرده لماذا يوضى الأسخاريات البعض وبسواتينا من بلد لماذا يتركوهما أخي زيتوني أخي زيتوني وصلت فكرتك بس يعني خليني أذكرك بشيء مهم زيتوني إحنا لما تكلم أنه هربوا المسيح تنبأ عن هروبهم لكن ما تنساش الشطر الثاني لما المسيح بعد القيامة ظهر للتلميذ واحد مثل بطرس بيتكلم في عزة واحدة 3000 نفس رجعت لرب فأنت يعني ما تحط الأقوال إحنا شو منقول وتعطي النص نص القول لازم إحنا عم نتكلم بإشي متكامل عم نحكي شو صار شو المسيح تنبأ وليه المسيح أعظم من نبي وعم نعطي أمثلة في هذا الموضوع مش هجوما وعلى فكرة يعني تذكرك بالنسبة للمسلمين صدقني أخي زيتوني أنا بحط مقال صغيرة في الفيسيبوك يعني بتشوف الألاف الألاف وبفوت يعني مئات الألاف على الصفحات عندنا الأغلبية الصاحقة أكتر من 80% من مسلمين وللأسف يعني كلها هجوم من غير الشرح مثلا أنا بقول المسيح نبي أو أعظم من نبي للأسباب التالي واحد اتنين ثلاثة أربعة المسيح هو الشخص الوحيد الكامل بلا خطية للأسباب التالي واحد لكن اللي بلاحظ الهجوم هو كلمات رمي كلمات من غير الشرح يعني لما بتقول نبي لازم تشرح لليش نبي شو المواصفات النبوة الحقيقية وهكذا لكن ابقى معي خلينا نرد على الأسئلة اللي طرحتها زيتوني المسيح غفر للسامرية والمرأة الخاطئة مغفورة لك خطاياك ليش ما غفر لحوة مباشرة أو لآدم طبعا لما أخذ الثمرة وشو ما كانت تكون تفاحة ولا غير تفاحة ليه ما غفر لها بنفس اللحظة مين قال أنه مغفرش مين قال هل الكتاب قال أنه لم يغفر في الحقيقة لو كان لم يغفر كان ينبغي أن يموت آدم وحواء فورا لكنه عمل شيء لأنه قال موتا تموتا يوم تأكلان منها موتا تموتا اللي حصل أن الرب له المجد قدم ذبيحة وكسى آدم وامرأته من جلد الزبيحة طيب بس برضو الزبيحة الحيوانية هل ممكن أنها ترضي الله وتكفر عن الخطيئة إطلاقا ما الذي حدث عندما ذهب المسيح إلى الصليب حمل إثم آدم وحواء وحمل إثم المرأة الخاطئة بتاعت لوأة سبعة وحمل إثمي وإثمك وإثم كل التائبين المؤمنين به المسيح لماذا مات هل لأنهم صالبوا فمات لا محدش أخدها مني لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها فالمسيح مات والرب وضع عليه إثم جميعا فكل التائبين واللي خلصوا في العهد الأديم أو اللي بيخلصوا الآن أو اللي حيخلصوا بكرة كل دول المسيح حمل خطيئة وأي إنسان من أي خلفية من أي باكراوند لو جل المسيح بخطيئة يا رب أنا خاطئ وأعترف بالخطيئة وأرجوك أنك تغفر لي خطيئة الرب يغفر ولا ما يغفرش يغفر مية في المية حيغفر فالله كفرته تكفي كل العالم نعم لكن السؤال هل كل العالم يؤمن بالمسيح أم لا؟ لا طبعا مش كل العالم يؤمن بالمسيح إنه المسيح رايح الصليب صحيح يعني مش بس يعني مش قاوم بس كن فيكون يعني لأنه هذا مهم جدا حبائنا كتير بيسيء وهذا الفاهم إنه الله هو يععمل لزمه عايز ويعمل زمه عايز يعني فخلاص يعني أنا بغفر لك خلاص يعني في أساس للغفران يعني حتى لو طلعك الدم ما فيش مشكلة يعني يقول لأجرة الخطيئة موت وبعدين يسحبها ويلحسها مجرىش حال لا حاشة طبعا حاشة حاشة مليوم مرة طبعا طيب خلينا أخد كمان مكالمة من الأخ جورج بعتقد من كندا سلامة رب يسوع أخي عزار وإلى حبيبي الأخ يوسف الدكتور يوسف أهلا بي بشكرك والربي باركك أنا كان عندي بس تعليق وعندي سؤال كمان الرب يسوع أعتقد هو ليس فقط نبي وعظم نبي ولكن الذي يعادل نفسه بالله فهو الله نفسه لأنه لا لا يستطيع أحد ولا أحد من الأنبياء استطاع أن يعمل تحدي مثلا في الصحر الرابع عشر لما كان يقول الأربع عشر في يوحنى قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي صحيح لا يستطيع أي إنسان أو أي نبي أن يتكلم بهذه الطريقة طبعا بغض النظر عن الأشياء غفران الخطايا السجود فالكل الأنبياء عملوا عملوا المعجزات طبعا بصلاة وبأشياء تانية بقدمهم إلى الرب أما أما من رب يسوع كان خاصة متجح باتجاه قوي وهو العمل في كل شيء ويعمل كإياه يعني لما يقول لما أجل عنده في لبوس كمان قال أرين الطريق وقال لما أريك الطريق ولي زمانه معك أو لا تعرف من يعرف طريقة وعرف الآن وبعدين الشيء الثاني كمان قال أنا كان قبل أبراهيم ولا أحد يستطيع طبعا بسكر يقول كمان عندما جاءوا يقبضوا عليك كمان قال أنا هو أنا هو وفتققوا كل على الأرض وكأنهم أرواك لأنه أراهم شيئا من مجد الله الشيء السؤال الذي أريد أن أسئله إن كنتم تحبوني في الصحة الرابع عشر يوحنى يقول إن كنتم تحبوني فأحفظوا وصحيك وأنا أقلب منه الآب فيعطيكم معالزيان آخر ليمتع معكم إلى الآباد إذا ممكن شرح الآية قصدك أخ جورج شرح لأنه دائما طبعا أعرف بس دائما يكون عند أسئلة ثانية وبعدين يقول روح يحق الله يستطيع لأنه لا يراه طيب شكرا كتير أخ جورج شكرا والرابع شكرا هذا سؤال طبعا كتير كتير مهم بس هو يعني بموضوع حلقتنا بتهيقل يمكن لازم ناخد موضوع في هذا الموضوع يعني ممكن أجاوف في إجابة مختصرة إن هنا نجد اتفاق الثالوث الأخدس في عمل ما أطلب من الآب فيعطيكم معزيان آخر الإبن يطلب من الآب لإعطاء الروح القدس ليس معنى ذلك أن المسيح لم يرسل الروح القدس ففي يحنى خمستاشر الآية ستة وعشرين متى جاء المعزي هنا بنشوف جاء من تلقاء ذاته الذي سأرسله أنا إليكم يبقى الآب أرسله المسيح أرسله وهو جاء من نفسه هنا نجد اتفاق الثالوث الأخدس في إرسال الروح القدس في إرسال الروح القدس سؤال للأخ جورج بأعتقد عاوز يعرف فكرة البركليت على الأساس عليها هذا موضوع تاني هذا موضوع تاني فمشانك ذكرتني ياخد حلقة فعلا طيب خلينا أخد كمان مكالمة من الأخ عباس من الكويت أهلا وسهلا أخ عباس تفضل انت معانا على الهواء يعطيك العال رحم الله لك شكرا كتير يا حبيبي شكرا أخ عباس يوشيف أحبكم وايد وايد وعن شاء الله يبعد عنكم شر ما ظهر منه شكرا شكرا كتير شكرا الله يحفظك اسم اليسوع اسم عظيم شوف أعظم اسم من أسماء الله الحسنة العظيمة أعظم اسم اليسوع وأنا بقول أشهد أنك شنو أنك هو الله اليسوع شنو الحي جل جلاله وهذا الرقم لو طلعي يطلع 786 على آية بسم الله الرحمن الرحيم هذا من العظمة وهو هو الله الرحمن الرحيم جل جلاله هذا واحد بعدين نبينا عيسى بن مريم تكلم وهو في المهج ما في نبي تكلم في المهج وهذا من العظمة اللي هو موجود بعدين الله عز وجل النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم وهذا نبي أولى من المؤمنين الموجودين على الكرة الأربية النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم هذه الآية القرآنية هذه القرآنية كيف نتكلم في المهج اعتراف كامل من نبينا عيسى بن مريم اليسوع هذه بعدين الله عز وجل شي يقول وما أرسلنا من رسول إلا اللي يطاع وهذا واحد من الأنبياء هم لازم يطاع نحن نطيع نسمع وما زال نبينا عيسى بن مري لليوم هذا الاسم العجيب العجيب هذا اسمه عجيب وعيد اليسوع هو فعلا أخ وقمه 77 رأى الله وهو الله الواحد الأحد أجمع منهم 77 على اسم اليسوع بعدين يستبعون أكثر من هذا حتى اليوم لهذا اليوم أي واحد كان مسيح يهودي أي ديانة لما يقول يا يسوع اليسوع تلقى باقفويا ويساند والله حب الله عليهم طيب شكرا كتير حبيبي شكرا أخي عباس أخي عباس حبيت أقول لك شيء أنت دايما في محبتنا ودايما في صلواتنا وعلى فكرة أنا بعدني بصلي لك وبصلي من أجل أولادك وبصلي كمان من أجل أحفادك الرب يحميكو والرب يباركك أخوي المحبوب شكرا كتير كتير كمان على إعلانك عن شخص يسوع هو الله طبعا هذا يعني إعلان عظيم إيش ردة فعلك يا أخي يوسف في الحقيقة يا بخت اللي آمن بالمسيح يعني إذا أردنا البركة الحاضرة والأبدية علينا أن نؤمن بالمسيح نؤمن بأنه هو الله إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياك وأيضا أنا هو الطريق والحق والحياة لاحظ حضرتك ألف لم التعريف الطريق وليس طريق يعني مش كل طرق تودي أنا هو الحق مش حق أنا هو الحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي فمن يريد البركة هنا وهناك إلى أبد الآبدين الطريق سهل جدا فأنا مش محتاج أني أبني جسر وأوصل لله لأنه يستحيل لكن الله في حبه تنازل ووصل إلي وصل إلى كل إنسان وهو يريد أن يخلص جميع الناس يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وطبعا هذا هو تفوق المسيح عن الأنبياء إن المسيح هو المخلص والوحيد اللي متخصص في هذا الموضوع هو يسوع المسيح في موضوع الخلاص خليني أخذ بس مكالمة سريعة على السكايب أهلا وسهلا الاسم من فضلك أبو نادر على السكايب أهلا وسهلا فيك تفضل مرحبا أهلا أبو نادر تفضل حبيبي عندي سؤال لماذا سيد المسيح حيا يعلن عن تميزه عن من قاموا من الأموات ليش منعلن تميز المسيح عن من قاموا من الأموات نعم طيب شكرا جزيلا اسمع الجواب وإحنا معنا يمكن دقيقة أخ يوسف لأن المسيح أقام نفسه الله أقامه آه في آيات بتقول كده الروح قدس أقامه هناك أيضا آيات يقول مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح لكن الشيء الذي تفرد فيه المسيح وكان طبعا ما يش ممكن يحصل لأي إنسان أنه أقام نفسه هذا ما نفهم من يحنى اثنين آخر الأصحاح ويحنى عشرة عدد سبعتاشر وطمانتاشر المسيح أقام نفسه إزاي واحد مات لكن اللهوت لم يموت وبلهوته أقام نسوده وطبعا يعني طبعا مش الهدف من الإضافة إنه قيامة المسيح هي اللي أعطت المصداقية الكاملة على كل شيء قاله يسوع المسيح أنا هو القيامة والحياة والرسول بولوس بيتكلم عن هذا الموضوع إنه تعين ابن الله بالنتيجة بقوة القيامة فالقيامة فعلا هي الختم اللي كل شيء اتكلمه يسوع المسيح إنه هو ابن الله وكل شيء فعله هذا اللي ميز يسوع معاك عشرين تانية إذا بتحب تقول شيء أخير أضيف أيضا أن قيامة برهنت صدق نبوات الأقدمين فالكتاب المقدس في العاد القديم قال أن المسيح سيقوم المسيح قال إنه سيقوم في الأنجيل مش أقل من سبع مرات فلو لم يقوم المسيح المسيحية نهارت لكن شكرا لله الآن قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين أخي يوسف شكرا جزيلا والرب يباركك شكرا كتير لك وعلى فكرة كل هذه الإضافات من خلال الأسئلة هي بالحقيقة تبرهن تميز المسيح وتبرهن سمو ورفعت وتفوق يسوع المسيح عن سائر الأنبياء شخص كامل بلا خطية شخص متفرد تمت فيه مئات النبوات شخص المخلص لمين تروح لأي نبي تعال للشخص الحي الذي قال إني حي أنتم ستحيون واللي بيعطي الضمان للحياة الأبدية الرب يباركك ونتمنى أن نسمع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة